تطرح فكرة مشروع قانون الحظر هذا بينما تسعى إدارة أوباما للحصول على دعم الكونغرس لخطتها لتسليح المعارضة السورية ومن شأن حظر تزويد المعارضة ألا تتمكن وزارة الدفاع ووكالات المخابرات الأمريكية من استخدام أي أموال لدعم عمليات عسكرية أو شبه عسكرية أو سرية في سوريا بشكل مباشر أو غير مباشر لكن مشروع القانون لا ينطبق على المساعدات الإنسانية وعبر رعاة مشروع القانون وهم الديمقراطيان توم أودل وكريس ميرفي والجمهوريان ماكلي ورند بول عن شكوكهم في قدرة واشنطن على ضمان عدم وقوع الأسلحة في أي جهات غير مرغوب فيها ودعوا إلى مناقشته في الكونغرس قبل انخراط الولايات المتحدة بدرجة أكبر في الحرب الأهلية السورية بعد شهور من التردد قرر أوباما قبل نحو إسبوع تقديم مساعدة عسكرية لقوات المعارضة السعية للإطاحة بالرئيس بشار الأسد بعدما حصل الرئيس الأمريكي على أدلة باستخدام حكومة الأسد أسلحة كيموية وتسعى الإدارة منذ ذلك الحين لكسب مزيد من الدعم في الكونغرس للخطة وزار وزير الخارجية جون كيري مبنى الكونغرس مرتين على الأقل هذا الإسبوع ليقدم لأعضاء مجلس النواب إفادات بشأن سوريا كما قدم هو ومسؤولون آخرون إفادة سرية يوم الثلاثاء لزعماء بالحزبين الرئيسيين ورؤساء لجان بمجلس النواب بشأن سوريا وقدموا يوم الخميس إفادة لأعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يرى أن تقوم القوات الأمريكية بغارات فورية على مطارات يسيطر عليها الجيش السوري لكن القائد المشارك للأركان العام الأمريكية الجنرال مارتين ديمسي أبلغه أن المسألة لا تقتصر على عدة غارات فقط إذ لكي تكون القوات الأمريكية في مأمن لا بد من عملية تقتضي ما لا يقل عن 700 غارة تستهدف تحييد النظام بفاعل جوي السوري ولا يزال كثير من أعضاء الكونغرس لسيما في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تنتابهم شكوك عميقة تجاه خطة تسليح المعارضة السورية ويتساءلون عن التكلفة في وقت يتم فيه تقليص برامج أخرى ويبدون القلق من خطر يقوع أسلحة أمريكية في أيدي جهات غير مرغوب فيها ويطالب آخرون منذ شهور بتقديم مساعدات عسكرية حيث ينتقد بعض أعضاء مجلس الشيوخ أوباما لتقاعصه عن التدخل في الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 90 ألف شخص وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قد صوتت في 21 من مايو آيار بأغلبية 15 صوتا مقابل 3 لصالح مشروع قانون لتزويد المعارضة السورية بمساعدات فتاكة ولم يطرح مشروع القانون هذا على مجلس الشيوخ للتصويت عليه بكامل أعضائه